اشتركوا في القناة 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 لا الشعب المغربي ككل ولا الحكومة اللي توجد في السنوات المقبلة وفي الأسابيع المقبلة حتى في مشكلة أمنية ليست فقط وإنما حتى مشكل اجتماعي فعلي ومشكل في جامع المواطنين المغاربة حول مشروع سياسي وحول مشروع مشتمعي ككل بالموستقرار غير معقول مطلقين قانون دي الوظيفة العمومية تفعل من السنوات فاشكنت الحكومة حكومية صارية وحكومة عندها بوات الشمائية حكومة عبد الرحمن يوسفي هذا القرار كي قربي أنه سن توظيف الوظيفة العمومية هو خمسة ورعين سنة تراجع لهذا السن كيكون على أساس مبررات المهان اللي كتكون كتتطلب واحد المستوى دي اللياقة البدنية مثل الوقاية المدنية أو الشرطة أو القياد اللي عندهم تدريب عسكري بجانب التدريب المدني هذي مهان كتتطلب ربما تسقيف ديال السن اللي كيكون قل مخصوصة العنسان وكيف تعليم عنده تمنى اللي ممكن نقول هو أننا كمجازين أننا رفضين أننا رفضين لهذه السلوكات التي تعطى بها بعان السلطة في المدينة ديال المنع ديال أزياد من ثلاثة ديال وقفات اليوم كانت الجبهة داعية الوقفة الجبهة الديمقراطية في المدينة داعية الوقفة لتنديب الوضعية هذا القامع إلا أننا كان القارسنا كانت تعرضون القامع اللي ممكن نقول هو أننا كمناضلين وكمجازين بالخصوص معطالين أننا مستمرين في الأمالية النظالية ديالنا وأننا مزام تشبتين بالميل في المطلابي ديالنا ولا تراجع وهذا الوضع هذا ممكن إلا أنه يجج ترجمة نانسي قنقر